تم كذلك ربط الاتصال بالشركاء الاجتماعيين دينا وكلفتوا من طرف السيد رئيس الحكومة باش نعطيهم العرض ديال الحكومة من خلال بالنسبة للمير في المطلابين اللي كان محط ديال دا يعني عدة مطالب وهذاك المطالب اللي من ناحية المطالب الاعتبارية كلها استجيب لها يعني بالحفاظ على جميع المكتسبات اللي كانت في الوظيفة العمومية وجميع الامتيازات كذلك بالامتيازات اللي جابتوا من الوظيفة الصحية وهذه ما عشنا نكره بأن هذه قفزة نوعية يعني هذا الشي اللي تعطارها جد مهم بزاف السيد رئيس حكومة توصل بالردد للشركاء الاجتماعيين وإحنا كذلك بصدد عبتاني تكون قراءة أخرى إن شاء الله وأنا متفائل متفائل أنه في الأيام المقبلة إن شاء الله غادي يكون حل لهذه المسألة هذه اللي حقيقها هي كتتخلق واحد شي دي المتاعي في القطاع ولكن حنا غادي نتجاوزها واختنا عرفوا بأن الوظيفة الصحية جات باش تعالج عدة نقاط كنت محطة دي النضال مش حال هذه ما شي عدبة جديدة ولكن في ظرف وجيز أنا تجاوزناها تتمي الموارد البشري اللي جا في الوظيفة الصحية وجا في القانون الإطار 0622 ما جا شهير هكاك وكان من أمور لي كيوصي عليها صاحب الجلال والغين سلوب باش العنصر البشري هو الركيزة لإنجاح هذا الإصلاح حينما كان شاد الموريد البشري ما ممكناش نزيد القدام بهذه القطاع ولكن احنا عندنا إن شاء الله من بعد هذه المحطات ومن بعد المقاربات التشاركية من بعد الاجتماعات اللي درنا بززاف وصلنا إلى بالوحد إن شاء الله لوحد الاتفاق شكرا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة